عرضت تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في مؤتمر دولي بأبو ظبي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع جاء ذلك بحضور ممثلي خمسين دولة حيث يتصدر المؤتمر الدولي بدولة الإمارات تحت عنوان توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة تحدي الإدمان واتات مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر بدولة الإمارات الدولية العربية المتحدة والذي استمر على مداري خمسة أيام تضمن ثمانين جلسة علمية فضلا عن أحداث جانبية لأكثر من خمس وعشرين ورشة عمل إضافية وأيضا تنظيم حوالي ما يقرب من ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر برنامجا تدريبيا عالميا باعتبار تجربة الصندوق من التجارب الرائدة التي اعتبرها الكثير من الدول من التجارب الملهمة